من الذي يجب أن يتدخر أكثر الميسور أم الفقير ومن يتمكن أصلاً من ادخار أي مبلغ من مدكوله الشهري في أيامنا الصعبة هذه سوف نرى عندما نبدأ حوارنا بعد قليل إضافة إلى ما سنستمع إليه طبعاً هناك حوار الإلكتروني على المواقع المختلفة وزميل أحمد عبد الرازق يتابعه لحظة بلحظة أحمد سمير اللي جاي على أدل رايح مشاركة أرسلها مواطن مصري وهي تمثل تجاها غالباً في حوارنا الإلكتروني اليوم سنتعرف على كافة الاتجاهة خلال البرنامج كما نتعرف أيضاً على نتيجة سؤالنا لليوم والذي يقول هل تتدخل بأي صورة جزءاً من دخلك؟ شاركوها شكراً لك أحمد لاستمع إلى تجاربكم الآن أهلاً بكم إلى نقطة حوار اليوم مع السمير فرح سأقول لكم شيئاً من تجربة شخصية الادخار صعب للغاية أن توفر مبلغاً معيناً بطريقة منتظمة أمر صعب الإغراء الذي يقع فيه معظمنا هو أن نصرف كل مدخولنا وأن تتصاعد مصاريفنا مع تنامي مداخلنا وبالتالي فإن كان دخلنا مئة أو ألف أو عشرين ألف فسنصرفه ولكن الادخار ليس مستحيلاً طبعاً هناك ملايين المدخرين الذين يستخدمون شتى الوسائل لتوفير قرشهم الأبيض ليومهم الأسود هناك مثلاً الجمعيات التي يدفع فيها كل مشترك مبلغاً معيناً شهرياً ثم يقدم المجموع لأحد أعضاء الجمعية كل مرة أو أن يجبر الشخص نفسه على التوفير بالالتزام بشراء قطعة أرض أو بيت مع تقسيط الثمن على سنوات إذن الادخار ممكن ولكن ثقافة الادخار مهددة مع انتشار ثقافة استهلاكية تبدد كل مصادر الدخل في مسح إماراتي أخير تبين أن ثلاثة أرباع السكان لا يدخلون بشكل منتظم في حين ترتفع نسبة المدخلين في دول شرق أسيوية أفقر بكثير من الإمارات فمن الذي يجب أن يدخل؟ الميسور أم الفقير؟ كم يوفر من مدخوله؟ ما هي النسبة وكيف يتغلب على إغراء صرف المدخول بكامله؟ انتظار تجاربكم ونصائحكم بأي وسيلة تناسبكم عبر فيسبوك أو صفحة تويتر الخاصة بنقطة خوار أو مباشرة على الهاتف على الرقم التالي هذه هي الوسائل ونحن بانتظار تجاربكم وربما بانتظار النصائحكم أيضاً كاميرا نقطة حوار سوف تتنقل اليوم بين القاهرة وصنعاء وبغداد للاستماع إلى تجارب البعض مع الادخار والبداية من القاهرة حيث سألنا من التقيناهم هناك هل تتمكن من ادخار مبلغ من دخلك الشهري؟ استمعوا إلى ما قالوا لنا مستحيل 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 أي حد مكان أنا بشتغل في بنك بس اليوم كن حوفر والله الحمد لله بقدر اوفر بس يعني مش على قد التعب الواحد بتعبوا يعني كان الأول جمال من فترة طويلة الواحد بيقدر يكتشد من دخله في الأيام دي صعبة جداً طبعاً يعني يدوب هو اللي جاي يعني تقريباً على نص اللي رايح يعني ما بيقضيش حتى حالياً دلوقتي ما ينفعش خالص يعني مع الظروف الكتصالية اللي احنا فيها شايف أنت الأسعار حتى الخضار اللي حاجة بقت دلوقتي أسعارها أكتر من الفكهة ففن الدخار هنا دلوقتي ما فيش خالص ما فيش يعني عملية عبادة الأحوال تعبانة كيف ندخر وأول المتحدثين سأل ساخراً أدخر دانا باش حد هل سؤالنا كان غريباً لهذه الدرجة؟ دعونا نرى ونتعرف على بعض من ينتظرون للمشاركة المباشرة معنا على الهاتف أهلاً بكل من دنيا من أمريكا طاها من الكويت نبيل من غزة ومحمد قصار من المغرب أهلاً بكم جميعاً دنيا أهلاً بك أهلاً بك يا دنيا هل الادخار صعب لهذه الدرجة؟ بالأوقات الحالية نعم جداً صعب والأوقات الحالية تعني ماذا؟ بعصرنا الحاضر يعني مع ثورة التكنولوجيا كمان مع الظروف الاقتصادية يعني أنا أعتبر من ثلاث بلدان أنا أردنية الجنسية أردنية الأصل مولودة بالسعودية عشت ما بين الأردن والسعودية وحالياً بأمريكا فبالمقارنة ما بين ثلاث بلدان الوضع بالأردن كان كتير صعب طول عمره صعب جداً كان الواحد حتى بالأيام الأديمة أنه يقدر يوفر بالسعودية أنا كنت أعمل بمجال التلفزيون والصحافة كنت أستطيع أني أوفر لكن لما درست بالأردن أبطر والدي أنه يغطي نفقات مصريفه لأنه مدخلتي كانت على نفقاتي الشخصية في أمريكا طبعاً لما أجيت أنا اللي كانوا قبل لما أجيت على أمريكا اللي كانوا من قبل استطاعوا أنهم ينشئوا المصالحهم الخاصة البيزنس تبعهم ممكن لكن حالياً حتى إنشاء بيزنس صار من الصعوبة بمكان في الظروف الاقتصادية فهمت بس هناك دنيا هناك من سيقول لك بدون شك أنه هذه كلها أعذار وأنه على الإنسان أن يدخر وأن يوفر قرشه الأبيض ليومي الأسود مهما كانت الأحوال وربما على الفقير أو الذي دخله محدود أن يضاعف جاهده لكي يدخر أنا يا سيدي أتفق مع من يختلف معي أنا فعلاً أتمنى أني أستطيع التوفير لكن في ظروفي أنا الشخصية كوني أنا إمرأة مسؤولة عن طفلة طيب بالولايات المتحدة كامل كامل مصاريفها فرق الأجيال اللي كان كماليات في زمننا مثل التلفزيون على زمني أنا كان التلفزيون شي جديد كان كثير كماليات الآن أصبح ضرورة حالياً الآيباد صار ضرورة الآيفون صار ضرورة وهذه كلها مكلفة دنيا سامحيني على المقاطعة أود أن تقم معي لا تخافي لا أريد أن أقطع حديثك ولكن أود أن نعرفك بأحمد عموري وهو صاحب محل إنترنت وألعاب الكمبيوتر وهو ينضم إلينا الآن من عمان أود أن أسأله نفس السؤال دنيا ربما نتعلم شيئاً لأنه يقول أحمد بأنه يتمكن من توفير جزء من مدخوله أحمد هل هذا صحيح؟ أكيد أنه كان في بعض الظروف اللي خلتني أنه أنا أقدر أوفر هذا المبلغ يعني لأفتح مشروعي الخاص ولكن الحمد لله كان في عندي هدف أنا غادرت من الأردن متجهاً للكويت عندي هدف في فترة من الزمن لازم أجمع مبلغ من المال كيف مكانت الظروف أضغط على نفسي ليكون أنا صاحب عمل سيد نفسي بالعمل يعني حاولت أن أكون ما أتجه للوظيفة توجهت لي أكون سيئة للعمل الخاص فتحت مؤسسي خاصة والحمد لله خلال سنتين يعني قدرت أوفر مبلغ من المال أني أفتح مؤسستي الخاصة عظيم بلشت فيها صغيرة وبلشت أكبر فيها برضو يعني مع العمل المتواصل هذا ممتاز يا أحمد ولكن هل كان هذا الدافع هذا الهدف هو سبب تمكنك من الادخار لو لا هذا الهدف يعني دنيا سمعت ما قالته دنيا تجد صعوبة كبيرة في الادخار هل السبب هو عدم وجود هدف واضح ومحدد لا لا هو لكن الهدف اللي كان موجود أنه أنا كنت في الأردن كان في وضع مادة سيئ هلأ أنا بدي أحسن هذا الوضع فطرقت أكثر من باب فالحمد لله ربني وفقني أنه أنا المنزلت على كويت كان توفرت للظروف أني أنا أشتغل الظروف اللي حوالي بالكويت يمكن وجود إخواني الإقامة والمسكن يعني المأكل المتوفر مش محتاج أني أنا مثلا أصرف يعني بالنسبة لك هذا الفيض أنت كنت كان مدخولك أكبر من مصروفك هو الذي سمح لك بالإدخار نعم في حال مثل حال دنيا مثلا دنيا تقول أنه ما هو المصروف على أد المدخول فكيف يمكن لها أن توفر أي شيء عندك نصيحة؟ يعني أنا نصيحتي هلأ أنا مثلا عندي محل مثلا موجود بالأردن أنا لا أعتمد فقط على هذا المحل أنا أشتغل ثلاث شغلات إضافية غير محلي أي فراغ أي مجال أنه أنا أتطرق لعمل يكون في دخل يوفرني الحياة أنا ما أبدأ أكون أنا ثري أنا أبدأ أكون حياة يعني متوسطة أطرق أي كل الأبواب لأنني أكون أنا مش بحاجة لحدا يعني أنا مكتفي ذاتيا عظيم مكتفي ذاتيا دعني أسأل طاها محمد من الكويت عما إذا كان هو يشعر بأنه بإمكانه أيضا لأنه يعيش في الكويت هو الآخر طاها أهلا بك أهلا بك حبيبي بألف خير سمعنا أنه إذا كان هناك هدف عند أحمد كان هناك هدف واضح مكنه دفعه إلى الادخار عندك أنت هدف محدد أكيد ما هو؟ أكيد عندي هدفين كما أنت هدف واحد ما هو ما؟ الهدف الأول أنا شاب مضل على الزواج أكلمني أدخل علشان أقدر أتزوج الحمد لله أنا أستطيع متوسطة الحال ساعدتني من مجهة شاعدتي خلال أولئلة إن شاء الله يتم الزواج إن شاء الله وكنت أتمنى طبعا أننا يكون عندي دخل آخر أو مضخارات إنها تتعيدني إن أنا أعمل مشروع صغير إن أنا أعجل عوديتي إلى الزواج عظيم وهذا الهدف الواضح المحدد هو الذي يدفعك إلى الادخار ممكن أسألك عن نسبة المبلغ الذي توفره كل شهر نسبته من مجمل مدخولك يعني مش ضروري تعطيني مبلغ محدد بس النسبة يعني هي أكثر من 50 في المئة كنت أكثر من 50 في المئة كنت أدخل أكثر من 50 في المئة أكثر تتدخر أكثر من 50 في المئة هذا يعني أنه مدخولك أعلى بكثير من مصروفك يعني دنيا قد تقول لك هذا سهل بالنسبة لك شو يا دنيا لا أدري ما إذا كنت لازلت معنا لازلت معك ممكن ممكن جدا الأخيان اللي تفضلوا أنا باتفق مع أستاذ أحمد كمان إنه فعلا لما بيكون الإنسان عنده عدف لما أجيت على الولايات المتحدة كان عندي هدف أني أتابع دراستي صدمت بالواقع الأمريكي إنه أجيت على أمريكا كانت الجولدن دريم صارت الورست نايتمير صدمت بواقع الأوراق ما بقدر أشتغل إلا إذا كنت قانونية في البلد ما بقدر أدرس يعني كان عندي هدف أني أتابع دراستي صدمت بإني ارتبطت بشخص ولا سيء انتهت بالآخر أني أكون مسؤولة عن طفلة يعني ضاع الهدف وضاع الادخال هلأ صار الهدف عندي أنه أنشئ بنتي لكن كرجال هم في عندهم من المتحمل مسؤولية في البيت بالنسبة للأولاد وبالنسبة لهم عليهم التكفل بالمصاريس أكيد بيكون الوضع بالنسبة للأرام أسهل واتفق مع أحمد نعم أنا عندما كنت مش مسؤولة في السعودية بس مسؤولة عن نفسي كنت شعلا أقدر أدخر أستطيع أن أدخر طبعا للدخل اللي تدفع السعودية أو دول الخليج عموما سابقا مش هلأ مش في الوقت الحالي نعم كنت أدخر وأدخر ميح كمان وغدت نفقاتي وفعلا كنت أقدر أنصف لكن عندما نزلت على الأردن كانت الحياة لسا صعبة كان والدي لازم يغدت نفقات تكاليف دراستي فما كنت أقدر لأنني لم أكن أشتغل بالأردن كنت معي أعداد تعليمي عندما ساءت الظروف عندما زدادت الظروف صعوبة أصبح الادخار صعبا للغاية شو يا أحمد ما رأيك؟ أنا أتفق معها بالوقت الحالي يعني الادخار صعب جدا ولكن أنا أتفق معها أنا أتدخرت من أجل العمل ومن ثم الزواج يعني أنا قدرت أني أوفر لنفسي دخل جيد يأهلني أني أفتح بيت أكون يعني مش بحاجة لحدا إذن الادخار ثم العمل العمل إذا كان أنا كمؤسسة خاصة يعني كعمل خاص ومن ثم الزواج طيب هذا اختلاف على الهدف هذا اختلاف على الهدف مع طاها ما عليش خلينا نختلف على الهدف ولكن هناك اتفاق على مبدأ الادخار ممكن أسألك أحمد عمد إذا كنت تدخر الآن لازلت بعد أن حققت الهدف بعد الزواج لا صعب رايح الادخار بعد الزواج ممكن أسألك لماذا؟ الحمد لله أنا عندي طفلين يعني صعب صعب الدخل بالوقت الحالي بالأردن الحياة العملية كتير كتير صعبة فهو مصاريف البيت مصاريف الأولاد مدارسهم فصار الهدف أبنائي يعني دراستهم الجيدة إذن كل دخلي أنا بوجه لأبنائي طب افترض لا سمح الله أحمد أنه هناك حاجة طارئة لمبلغ معين ومدخراتك غير موجودة يعني إن شاء الله أنه قادر أنه أعدي هذه الظروف الطارئة بس كيف؟ عندك مدخرات؟ مش مدخرات ولكن يعني استثمارات لا أعلم هو دخلي أنا معتمد على دخلي من مؤسسة الخاصة ومن أشغالي الثانويين أنا سؤالي هو عن المدخرات لأن الادخار هو بالدرجة الأولى للأيام التي قد نحتاج فيها إلى مبلغ طارئ فعندما يأتي هذا اليوم قد لا يأتي صحيح ولكن إذا ما أتى هذا اليوم كيف نتصرف إلى من نلجأ؟ اللي عنده مدخرات يلجأ إلى مدخراته اللي ما عنده مدخرات إلى من يلجأ أنا فيه يمكن عندي بعض المطاطية بالموضوع اللي هي أنا أتدخر مثلا عندي محل لازم أنا أتدخر من الدخلي اليومي للأجار للكهرباء للموظف يعني فيه مبلغ ثابت موجود بالبنك لا سمح الله إذا صار ظرف طارئ ممكن أن أتطرق لهذا الجائلية طيب طاها محمد إذا عندما يتحقق النصيب وتتزوج إن شاء الله يكون هذا الهدف قد تحقق هل ستواصل للدخار؟ أنا أحاول ما قداش أقولك إن أنا هتدخل أو لا أنا أحاول إن أنا أتدخل علشان أحاول الهدف إن أنا أعاول مشروع وعجل عوجيه في الأبقاء وهحاول أكثر من الهدف الأولاني يعني أحاول أسعبه أكثر من المساعدة من الهدف الأولاني إنه هو ده تبطور ده هو ده نقطة طواله رعا أنا عني زميلي وأخويا يعني عندي ثلاثتين بجلد جميلة جميلة يعني أخويا من المتقرر قدر يعمل مشروع يعني أحضره على العيشة بجانب وضفه وعندي فبيل نفس القصة عمل المتقررات وقدر يفتح مشروع منه قدر يتزوج وعرضه المشروع بجانب وضفه يعني عندك النماذج النماذج موجودة التي يمكنك أن تتبعها مظبوط بالنسبة للمشروعاتين هي كير مهمة كير مهمة أن الواحد يعني فيه دربات كتير بطاقة في الحياة ولازم أن الواحد يفضل معها ثلوس أو متقررات بحيث أنه هي يحتاجها لقدر الله لو ما فيه دعم متقررات وتقدر تطلب من زميلة من والدت من والدت المظلة الاجتماعية الأسرية التي تحمي الشخص مظبوط لأن انت في فترة الاضطفية وقتنا سواء اثنين سواء سلت أكيد من مليون في مئة أن انت ساعدت حد من المنتقرات فعدي لأنها ساعدت حد من المنتقرات فلما يجب انت تتاج أن نحذي المساعد أكيد لم يجب عليك وضع طه شكرا جزيلا لك أحمد عندي سؤال أخير لك لماذا يجد الناس صعوبة في تعويض أنفسهم على الادخار كيف عودت أنت نفسك الظروف اللي مريت فيها لما كنت بالأردن تشوف اللي حواليك يعني النجاح جميل يعني بتصيد في عندك هدف أنت لازم تحقق لذاتك شيء أنت بتطمح له هلأ أنا بحكي لك أن الظروف اللي كانت معي بالكويت خلتني أني أستطيع أني أوفر المبلغ الأفضل لأنه كانت إقامتي عند إخواني مأكلي عند إخواني حتى مواصلاتي مع يعني عن طريق إخواني الظروف ساعدتني أني أنا أوفر شيء الأفضل من اللي كان موظف يعتمد بكل شيء على نفسه يعني يعني الإقامة لازم يستأجر بيت أو لازم يوفر طعامه أو مواصلاته يعني الظروف سمحت لي ولكن أحيانا نعم أحيانا الظروف هي التي تساعد الشخص وأحيانا يجب على الشخص أن يتغلب حتى على الظروف لكي يتمكن من الادخار أحمد عموري شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا بهذه التجربة كاميرتنا وصلت إلى صنعاء حيث طرحنا السؤال نفسه هل بمقدورك الدخار جزء ولو يسير من دخلك الشهري فلنستمع الدخل الفرد مستوى أقل من دولارين فكيف يدخل الأموال أو يبني على نتيجة صح المبلغ المال الذي يحصله الموظف في المجتمع اليمني سواء كان أصغر موظف أو الموظف المتوسط أو حتى أعلى موظف الذي يعتبر عضو هيئة تدريسي في جامعة الصناع وغيرها من الجامعات لا يتعدى تقريبا 200 أو 220 ألف ريال أعتقد هذه تلتهمها ضرورة الحياة اليومية ولا يمكن لموظف أن يدخل ولا حتى في سنة واحدة إلا إذا أجهد نفسه وعمل في أكثر من قطاعه هنا وهناك فلعله أن يدخل شيئ أما في الوقت الرهن هذا لا يمكن أن يدخل واحد جزء من دخل الشهرية ولا كذا لأن نتيجة الظروف والأوضع السياسي في اليمن قد كودا بالله أنه يغطي مصارف الشخصية الإجابة الغالبة هي لا تتغير لا الدخار ولا مجال حتى للإدخار المشاركة التالية من الخرطوم من هناك ينضم إلينا عبد المطلب محمد سليمان وهو مدرس مادة التاريخ وصاحب متجر ومدخر مواظب أرحب بك عبد المطلب أهلا بك تسمعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نورنا انصحنا كيف تمكنت من الادخار كيف عوتت نفسك على هذه العادة التي يريد كثيرون أن يصلوا إليها ومشادرين بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم سيدنا محمد وعلى آله والصحبه وسلم تسليما كثيرا حقيقة الادخار بدأت منذ أن كنت طالب وأنا طالب في المرحلة الثانية أذكر كنت أتدخر من المصاريف التي يمنحها الوالد ثم تطورت معي هذه الطريقة في المرحلة الثانوية أما في المرحلة الجامعية فكانت بصورة ممنهجة أي أني كنت أتدخر جزء من المصروفات اليومية فأجعل قدر محدد منها خلال الأسبوع وخلال الشهر إلى أن صارت مبلغ محدد وصرت أحقق بها الاحتياجات الأساسية يعني تعودت من البداية تعودت منذ الصغر على هذه العادة ولو لم تتعود عليها منذ الصغر الحمد لله نعم وكنت وجدت صعوبة أكبر لو لم تتعود عليها من الصغر والله لا أسبع بكل وضوح ولكن على ما أعتقد أن هذه العادة تطورت منذ الصغر ثم صارت بصورة ممنهجة بعد أن وصلت للمرحلة الجامعية حتى أنني استفدت من خلال العمل الذي كنت أديه بعد انتحاقي بالعمل في وزارة التربية منذ اليوم الأول كانت لي خطة محددة وهي أن أقططع جزء ولو اليسير من المدخوب منذ اليوم الأول وبفضل ذلك بعد جهد الله سبحانه بعد توفق الله سبحانه وتعالى استطعت أن أحضر دراسات فوق الجامعية وناقشت حتى الماجستير والحمد لله طيب مثير جدا الاهتمام يا عبد المطلب ما قلته أنه منذ اليوم الأول والخطة ببالك أنك تريد أن تبدأ بالادخار ولكن هناك قاسم مشترك وأود أن أطرحه قبل أن أتحدث إلى محمد قصار من المغرب لأنه هو أيضا موظف ويقول لا يستطيع أن يوفر أي شيء السؤال هو هل من يتمكن من الادخار هو فقط الذي مدخوله أكبر من مصروفه يعني بمعنى إذا كان واحد مدخوله يوازي مصروفه تماما هل يقوم بجهد مضاعف لك يدخل أم أنه يستسلم للأمر الواقع ويقول والله هو أنت اشتغلت ومدخولك أكبر من مصروفك وهذا هو سبب تمكنك من الادخار مش عارف خلينا نطرح هذه النقطة ولكن محمد قصار موظف لا يوفر أي شيء محمد أهلا بك أهلا وسهلا يا أهلا بك أنت تعرف تماما أن الادخار أنا الذي أشكرك على الانضمام بلاينا أنت تعرف جيدا يا محمد أن الادخار أمر جيد صح؟ نعم صح صح لأن الادخار كلمة قديمة والتوفير قد ينقذك من مشكلة كبيرة في المستقبل صح؟ نعم دعني يا أخي يا سيدي المحترم بأقول بأن الادخار كلمة قديمة نهتدم إذن الإنسان وهي تعني الاستفاد بالشيء في وقت الرخاء لوقت الشدة حلو وهو احتياط نقضي لمواجهة الطوارئ والأزمات المالية طيب لكن في الوسط الذي أعيش فيه هنا في المغرب أتسمعني يا سيدي؟ أسمعك جيدا بوضوح نعم المنطقة التي أسكن فيها النسبة قليلة حول الادخار أي نسبة هناك المدوغي الثامي للتخطيب أزرت إحصائم لثمانين أسرة ثمانين أسرة وجدت في أن النسبة الكبيرة تعيش مع راتبها كما هو أي مع الراتب التي تحصل عليه وإن كان مستفعا أو قليلا ونسبة تلك جئ إلى الاقتراض وهذا ما أريد أن أوضحه لأن هذه الوسيلة الوحيدة والسعيدة لينتو الإنسان هنا في الزلد الذي أعيش فيه في المنطقة التي أعيش فيها التوجه إلى الاقتراض من الأبلاك وبالنسبة للنسبة الأخرى فإنها ونسبة قليلة تسمتي فقط من هذه الأسرة 5.5 وهذه الإحصائيات ليست أتأخذها رسمية وإنما قرأتها ونجدتها المترجمة ناشي بس خليني يا محمد أستفهم هذه النقطة هناك نسبة قليلة جدا من الناس الذين يتدخرون نعم طيب وعندما يواجهون مشكلة مالية وعندما يحتاجون إلى مبلغ طارق بسرعة إلى من يلجأون؟ أنت إلى من تلجأون؟ نعم نعم أنا أتكلم عن نفسي التجهد يعني مررتبي بمراحل أخرى التي رضا مع أنتم على علم بها وعي مثلا إلى الأصدقاء يعني بوسيطة أصدقاء في المحنة يجبعون مثلا رفيب شخري ومثلا عشرة أفراد كل واحد مرة ولكن هذه المرحلة مررت بها فإنها غير مفيدة ولا تغني الشيء يعني ورغم ذلك أشير إليك أني جرفت كذلك نوعا من الاستثمار منذ أن كنت غير متزوج والآن عندي خمسة أولاد مررت بني نوع من الاستثمار لكن الذي أقول لك الكلمة الذي أقول للجميع لأنه معما كانت الأسعار مرتفعة فإن الادخار يكون قليلا والعقص صحيح معي في هذه الفكرة أخي في إجراءتي طيب ومررت كذلك عندما شعرت بداقة مالية توجهت إلى الاقتراض من الأبناءك وهذه الاقتراضات هذه مشكلة يا محمد هذه مشكلة لأن الاقتراض يجب أن تسدد هذا الدين في وقت ما فبالتالي يجب عليك أن تقططع من مدخولك جزءا لكي تسدد هذا الدين عبد المطلب يبدو لي أن الذي يتمكن من الادخار يجد سهولة فيه أم أنه يبقى صعبا كما هو صعب عند محمد قصار نعم يجب أن أشير إلى نقطة محددة أن التربية لها أثر كبير في ذلك وأنا تقلت مع جدتي وأخذت منها الكثير ولدينا هنا مثل في السودان يقول لا أذكر ترجمته الحرفية ولكن يقول الجرش الأبيض ينفع لليوم الأسود طبعا كل الناس عرفته مثل شعبي بس من خلال هذه الأحاجي ومن خلال المقولات التي سمعتها من البيئة من حولي كنت أحاول أن أطبق ذلك فالحمد لله والمنة له استطعت أن أجني ثمار ذلك والله في حياتي الحمد لله أنا الآن معلم لكن الحمد لله وبفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقا منه كل ما ألجأ أو كل ما أحتاج إلى شيء محدد أجد الحمد لله أن الوضع أو الابتخار قد وفر لي الشيء المطلوب أو الحل الأمثل طيب عبد المطلب محمد سليمان أشكرك شكرا لك وبالتوفيق في تدريس مادة التاريخ وبالتجارة صاحب متجرة دواجن الآن عبد المطلب شكرا جزيلا لك ربما نتيجة الادخار الذي تمكن منه معي على الخط من غزة نبيل مسمح نبيل أهلا بك نبيل أهلا بك يستاذ شمير فرح مش مشكلة هل تتمكن من توفير أي مبلغ من مدخولك الشهرية نبيل كموظف في فتنطة أو كموظف حكومي في حكومة غزة لا صدق أدخار أي شيء من الأشياء يعني إذا ما عرضت أنت تدخر لجناء أو لزواج أو إذا كان عندك عائلة لأبناء أو للتعليم لا تستطيع يعني راتبك الشهرية دور يدور كثير إنك تصرف على مقومات الشهر هو حتى اسم عندنا معاش يعني يعني معاش شهر لا بوسعك للدخار وإذا ما وجدتك مشكلة كالحج أو كمرض أحد الأبناء أو كآخر من هذه المشاهد فتصبح في الزاوية في وضع لا تحفظ عليه في مثل هذه الأمور هل تقول لي يا نبيل إن الذي دخله محدود يجد صعوبة أكبر في الادخار من الذي هو ميسور الحال بالتأكيد والظروف تحكم عليه هكذا هناك عمام ميسورين للدخل وما أطلق نفسه على مدار الشارع مدار طوال الشارع ولكن من يدخر أنا أذن لك أذن تماما أنه لا بد إلا أن يكون له عمل آخر مجال آخر لديه محل عنده صنعة أخرى عنده مصنع مشغل في عمال أي عاملة آخر يعني كموظف حقومي في قطاع غزة والدخطة الغربية أتحجب أن يموظف أن يقوم بالادخار لزي ما بقول الجرش الأب هذا لا ينطبق على الموظف هذه هي الوسيلة الوحيدة للإدخار برأيك هي أن يكون هناك مدخول آخر أو أن يتجاوز المدخول المصروف قد يقول البعض أنه على صاحب الدخل المحدود بالتحديد أن يقي نفسه الطوارئ في المستقبل وأن يدخر لأنه هو من قد يحتاج للإدخار والمبالغ الطريقة أكثر بكثير من ميسور الحال نبيل شكرا جزيلا لك ما ضربت لك مثالا بسرعة سألت أغلب الزملاء اللي عندي في المدرسة هل تتدخرون عندما اتصلكم بي من البيتسي فأغلبهم قال لي أن لي عشرين عاما بالتعليم لم أتدخر شيكي الواحد أو أتدخر دنارا الواحد اللي بيجي بروحه على البيت وعلى الأهل وعلى هذا فبقول لي نوع ضحية يوم الأضحية يعني يدوب يدوب أنا آخر شهرين أجدر أجدر حق أضحية كموظف في قطاع السمحة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية مش أنت الوحيد يعني يذكرني استفتاؤك مع أصدقائك وزملائك بسؤال كلنا خطرت لنا نفس الفكرة وطرحت أنا نفسي السؤال خلال تحضير البرنامج على مجموعة من الزملاء هنا في البي بي سي ولا نفسح عن النتيجة حتى الآن نبيل شكرا جزيلا لك أتحول إلى زميل أحمد عبد الرازق الذي يتابع حوارنا الإلكتروني في غرفة الأخبار أحمد هل يتدخر كثير من المشاركين معنا على الموقع جانبا على الأقل من مدخولهم بالأسف سمير من الواضح جدا أن الأغلبية الساحقة من المشاركين في حوارنا اليوم لا تتدخر شيئا ولا هي قدرة على ذلك لكن الملفت حقا هو أن سؤالنا بذى وكان هناك أجراح الكثيرين من غير القادرين على الدخار شيء إذ أنهم لم يكتفوا بالرد بلا لكنهم أخذوا يسردون مشكلاتهم الحياتية والناجمة أصلا عن ضعف دخولهم في روايات تنضح بالآسى غالبا أما هؤلاء الذين قالوا أنهم يتدخروا يتدخروا بعضا من دخولهم فهم على ما يبدو يمثلون قلة بين المشاركين في حوارنا اليوم وهم يعرفون أنفسهم بأنهم ينتمون للطبقة الوسطى كما يقولون وذلك نشير سمير أيضا إلى أن غالبية الردود جاءت باللهجة العامية من العالم العربي للمشاركين ربما لأن الموضوع يلامس حياتهم اليومية بشدة معلش هذا كنا نتوقعه ونحن نناقش القضية إنما أنت أشرت إلى بعض المشاركات أحمد فيها نوع من الأسى بالنسبة للذين لا يتمكنون من الدخار أي شيء أعطيني نموذج بعض أعطيني فكرة عن هذا الأسى الذي برده بالفعل سمير وهذه المشاركات التي سأريدها الآن تشرح ذلك دون تدخل خيرة حمد يقول في عبارة مكثفة على صفحة شارك برأيك كيف أفعل هذا واللي جاي على أدل رايح طبعا هو بالعامية المصرية يقولها نعمال محمد يقول على صفحتنا على الفيسبوك خل الراتب يكفينا لآخر الشهر أولا حتى نفكر بعدين بالإدخار لقد شددنا الحزامة حتى انتهى بنا المطاف دون خاصرة صبر جميل هكذا يختم عصام البرنس يقول على نفس الصفحة ثقافة الادخار موجودة لكن لا يوجد فائد للادخار لأن الذي ننفقه أكثر مما نتقضاه الادخار أصبح في خبر كان هكذا يقول عصام البرنس أيمن الدلاتي يقول على صفحة شارك برأيك بعد مشوار حياته الحزين ما زال الادخار بمثابة حلم سبقه عمري ولم يظهر فما زلت أتدبر قوت حياتي يوما بيوم لقد ظلمتني الحياة الدنيا يقول أسريا واجتماعيا ومهنيا ووطنا وغربا فلا عوض لي إلا في الحياة الآخرة يبدو أن أيمن الدلاتي مليئ بالأسف في هذه النقطة واضح خالد أول حسن تجربته مختلفة مع الادخار يقول أنا لا أدخل أي شيء من دخلي بسبب المصاريف الزائدة مثل الإنترنت والموبايل والقنوات المشفرة همه مختلف بالطاقة واضح أن أولويات خالد ربما تختلف عن أولويات من يريد فعلا للادخار إنما على كل حال أنا آسف يبدو أننا فتحنا جراح كثيرين في هذا المجال بس هل هذا يعني هل فعلا تقول لنا أنه لا يوجد أي مشاركة من أشخاص تمكنوا من الادخار في الحقيقة سمير لا يوجد في حوالنا اليوم من قال إنه يدخر بالفعل ولست أدري لماذا لكن هناك حقيقة وهي أن من يدخرون في مجتمعاتنا عادة ما يحجمون عن الحديث عن مدخراتهم لكن جانبا من المشاركين في حوال اليوم يتحدثوا مثلا عن فوائد الادخار وعما إذا كان منتشرا في مجتمعاتهم وأي طبقات تسود بين هذه الثقافة يعني ربما هناك من يحجم عن الافصاح عما إذا كان يقوم بالادخار أم لا نعم بالطبع كثيرون الذين يتحدثون عن الادخار والفوائد يحجمون عن الحديث عن ادخارهم بأنفسهم ما إذا كانوا يدخرون أم لا لكن في هذا الإطار يقول طاهش من اليمن على صفحتنا على الفيسبوك ثقافة الادخار موجودة حتى في أصعب حالات الفقر بل بالعكس عندما يكون هناك خوف من المستقبل فإن ذلك يلزم الأسر الفقيرة بجعل الادخار من الأولويات أحمد المواشي من العراق يقول على صفحة شارك برأيك المجتمع العراقي معروف تاريخيا بأنه يمتلك ثقافة الادخار لكن هذه الثقافة بدأت تتلاشى أمام إغراءات الشراء بالتقصيط التي تقوم بها الشركات الكبرى محمد عزب يقول من صور الادخار شراء قطعة أرض صغيرة مع الاحتفاظ بها من 5 إلى 10 سنوات ثم بيعها عند ضرورة يقول أتذكر أنني اشتريت قطعة أرض بمبلغ أقل من 9 ألاف جنيه ثم بعد 6 سنوات بعتها بمبلغ 55 ألف جنيه ساعدتني كثيرا عند شراء شقة اللبني وبعدها أتممنا زواجه على خير هذه تجربة يريدها ممتاز تجربة إيجابية وفقة فيها تماما هناك بعض قصص النجاح فيما تعلق موضوع الادخار ربما التصويت نحن قلنا أن بعض الناس يحجمون ربما عن الإفصاح ربما سؤال الاستفتاء يعطي مساحة أكبر للصراحة نعم سمير أذكر أودا أذكر بسؤالنا أو سؤال استفتاءنا لليوم وهو يقول هل تدخل بأي صورة جزءا من دخلك نحن كعادتنا على موعد مع مشاهدين ومستمعين للتعرف على نتيجة في نهاية البرنامج سمير شكرا لك أحمد أعود إليك لاحقا في البرنامج إجابات ومشاركات مدهشة حتى الآن كاميرا نقطة حوار المتنقلة وصلت إلى بغداد لسؤال عينة من العراقيين عن قدرتهم هم على الادخار فلنستمع أدخل الشيء البسيط ممكن أن أدخل إذا ما أكو ظروف خاصة خليني أصرف من الراتب مبلغ أقدر أدخل بشيء بس مول شيء كثير شيء قليل منه لا بالطبع ما يكفيني لأن حاليا بهذا العمور وصاحب عائلة وقاعد إيجاب فمتطلبات الحياة الحالية وغلاء المعيشة والسود ما يكفي لا ما أدخل يعني ما يكفي تدري أنت الأسعار غالية يعني يعني ما يكفيني وعندي يعني عائلة وأولاد ويعني بنات خصوصا يرادلهم مصاري فما يكفي لا والله إلا قليل ما يكفيني ومتطلبات الحياة هواء ما قاعد أي شيء ما قاعد أدخل منها لقليل كل شيء والله ما أدخل شيء منه صعبه يعني تعرف جور المولدات والمعيشة يعني صعبه يا دوب يعني الرأس بها الرأس مرة أخرى الجواب في الغالب هو لا ادخل ولا نية على الادخل لأن لا قدرة عليه أصلا كيف نوفر والمدخول أصلا لا يكفينا هذا هو الانتباع العام في هذه العين العشوائية من بغداد إذن كيف ندخر كم ندخر ربما فيصل محمد كاركري هو كاتب وكاتب ومحاضر متخصص في مجال إدارة الأموال الشخصية وصاحب كتاب رياضة الادخار ربما يتمكن من إعطائنا بعض النصائح ومعنا الآن من الكويت أستاذ فيصل أرحب بك في البرنامج سؤال الأول بديه يا هلبيك سؤال الأول بديه لماذا يجد الناس صعوبة كبيرة في الادخار؟ نعم الأسباب عديدة أنا في رأيي أهمها اللي هو الوضع الاجتماعي للشخص الأشخاص اللي يمكن العينة اللي قابلتهم يعني يمكن لاحظت عليهم مثلاً طريقة تفكير معينة بأننا ما ندخر والادخار صعب الأخ اللي من مصر ذكر نقطة مهمة جداً اللي هي عملية أن الناس ما تفصح عن عملية الادخار ما تشوف واحد يفتخر يقول أنا مدخر ممتاز سلالتنا كلها مدخرة من جدنا إلى الآن ما فيها تقول الكلام العكس قد يقولون نحن نبذر ونصرف واللي بالجيب مولنا هذا يفعل أمر ثاني صعوبة الادخار يعتمد كذلك على عملية الرغبة الصادقة أنا أعتبر الادخار مثل العزوف عن القراءة ومثل عدم ممارسة الرياضة على سبيل المثال فهو أمر ثقافي ونفسي وليس أمر مادي بالتحديد فمثل ما تشوف الناس يعني تعزف عن القراءة وتستصعبها ونفس الشي تستصعب عملية ممارسة الرياضة نفس الشي في عملية الادخار كذلك أن عملية الادخار عملية تحتاج إلى نظام والتزام كبيرين وليس فعل لمرة واحدة بينما عملية مثلا الصرف والتبذير تعود عليها عملية الصرف إذا بغيت أنا الشغلة أردتها أشوفها الآن جدامي طبعا لي لمن يقدر على ذلك بينما الادخار أسابيع وأشهر ويمكن سنوات والنتيجة ما تكون بنفس تأثير الصرف الفعلي كيف نعود أنفسنا على الادخار ببساطة خلق إحساس بالطوارئ الإنسان اللي ما عنده إحساس بالمسؤولية اللي ما عنده درجة طفيفة من الخوف بالإضافة إلى الأشخاص اللي ما عنده أهداف من الصعب جدا أن يتدخر أهم شيء أنك تخلق حس بالطوارئ لما تحس أنه عدم وجود رصيد مالي بالنسبة لك أمر طارئ فرح تتدخر وهذا بالفعل ما سمعناه من بعض المشاركين في بداية البرنامج كان عندهم أهداف محددة الزواج أو فتح متجر أو فتح مشروع تجاري فتمكنوا من الادخار إنما هناك أيضا سمع أنه لا نتمكن من الادخار لأن الوضع المادي لا يسمح مدخولي لا يكفي سؤالي هل الميسور يجد الادخار أسهل؟ لا العكس أنا من مشاهداتي ومن تواصلي مع الجماهير سواء كان الشخص اللي وضعه شوي يعني خنقل مجازا فقير وأنكتانو محب أستخدم هالكلمة وما بين الغني متوسط الحال فإن الغني والفقير يدخران متوسط الحال والطبقة المتوسطة هذا اللي تجد صعوبة في الادخار فأما الغني فأدرك قيمة الادخار وإن كان يملك المال والفقير كذلك يدرك قيمة المال من خلال حس الطوارئ اللي هو أصلا مجبور عليه والحاجة اللي هو فيها فيدخر وإن كان ما يصرح فيه الأمر هذا أو أنه يذمر منه لكن المتوسطي الحال وخير نتكلم منه تقريبا أنه مش شريحة وإن كان لم تكن غالبة ولكنها شريحة كبيرة جدا في المجتمعات العربية هي اللي تستصعب هالأمر والسبب اللي هو أنها صايرة على الحد بإمكانها تصرف وتستمتع في حياتها والادخار بالنسبة لها في نوع من المرارة والصعوبة وما حست إحساس قيمة المال مثل إحساس الطبقتين على طرفين نقيض مدهش أمر مثير للاهتمام اسمح لي هنا أن أستقبل بعض المشاركات الهاتفية لكي نرى ما إذا كانت هناك أسئلة لم تطرح حتى الآن سناء العدناني معنا على الخط من ليبيا وتدرس الاقتصاد سناء أهلا بكي أهلا بكي يا أهلا بكي تدخرين تتمكنين من القيام بهذه الألعادة المدهشة على ما يبدو؟ أكيد بصراحة لأنها طبعا في الفترة الأخيرة دول اللي بيها طبعا صرفت يمكن ألفين ومثين لكل فترة في العائلة فأصبح عندي أنا 200 دينار وطبعا والدتي والدي عطوني كل واحد مئة مئة ممتاز أصبح عندي 400 دينار عظيم فأنا دخلت المبلغ هذا لأنه قد أكيد رح يجي مثل اليوم أني نطلب طلب منه والدي يمكن ما ينفضوا لي يقولون لي ما فيش مبلغ ما فيش منه فأنا عندي 400 دينار ممكن شركها اللي أنا ما حتاسته طيب وعندك هذا الهدف المحدد الذي هو الدافع لكي تدخلين؟ الشيء أكيد لأنني عارفة أن في يوم باحثين مثلا أنه ما رح يتوفر عند أهلي هذا المبلغ وأننا رح نكون محتاجة للشيء هذا مثلا محتاجة الكتاب محتاجة للقاوص هذه خطة عامة أنا أسألك عما سمعتهم الأستاذ فيصل قبل قليل أنه إذا كانت هناك وهذه أتصور ما أشار إليه أنه نفسية الطوارئ أنه يجب أن تكون هناك حالة الطوارئ تضع نفسك أنه الهدف طارئ إنما هل هناك هدف محدد ببالك أنت تدخلين من أجل تحقيق هذا الأمر؟ كيف يعني أستحرك؟ يعني مثلا سمعنا من شاب يدخل لأنه يريد أن يتزوج سمعنا من شاب آخر ادخر لأنه كان يريد أن يفتح مشروعا تجاريا فعندهم أهداف محددة؟ شوف طبعا حاليا يمكن نقدر نقول لك أنه ما فيه هدف محدد إني ليك ندرس في التنوي بس رح نصير في الجامعة رح يكون أكيد عندي هدف أكتر مثلا أني نوفر الجهاز محمول شخصي لي أنا مش نقدر أكتر شيء مثلا نطبع نقرأ عليه أكتر طيب ممتاز مثلا أني والد مثلا يطبع أنه يفتح محل تجاري فيمكن يساعد بالأربعمية دينار اللي عندي أو يمكن يزيب في الأيام القادمة أن يساعد أن يحقق الحل من ساعة عظيم سناء أود أن أسأل أستاذ فيصل هل هذه هي الطريقة المناسبة المثلة للدخار هذه النفسية التي تتحدث عنها طبعا لأن الإنسان مثل ما تكلمنا إذا ما عنده إحساس بالمسؤولية أو هدف واضح طبعا بعض الناس يعتبرها هذه أمور نفسية هي بالنهاية أمور نفسية ويمكن أغلب تصرفاتنا اللي ترتقي فينا لابد من كلها عامل نفسي وأنا أعتقد أن العامل نفسي فيها الأمر أكثر بكثير من العامل المادي العامل المادي واضح القيمة الوقتية للمال الموازنة الدخار نسبة معينة استثمارها بالودائع والصناديق والأسهم وطبعا البعض يمكن أن يسمع الكلام يقول هذا مكحن خليجي وتكلمنا على وضعهم مختلف شوي في منطقة الخليج الأمر صيان في جميع الأمكان قد يكون فيه صعوبة وهذا سبب تمييز الناس ما يصير أن كل الناس لا لا واضح إنما في بعض المجتمعات في حديثك عن بعض المجتمعات هناك بعض المجتمعات حتى بالعالم العربي التي فيها ثقافة الاستهلاك والكريدت كارد والبطاقات الاعتمام ويقول للشخص طيب لماذا أنا أعدم نفسي وأدخل لماذا؟ ما أنا إذا أحتاجت أمر كل ما علي أن أسحب بطاقة الاعتمام والكريدت كارد من محفظتي وأن أتصرف مش ضروري للدخار طبعا بطاقات الاعتمام أنا بالنسبة لي أعتبرها ليست سوى قروض مبطنة ومزينة في صورة بطاقات جميلة وبألوان جذابة هي قرض بالنهاية فأسأل كل شخص عنده بطاقة اعتمام من أي نوع فيقول لك أن أنا خلاص دامني ملتزم بسداد مبلغ معين شهري فأنا مقيد في بطاقة الاعتمام طيب هالمبلغ الشهري اللي أنتصلاً قاد تدفعه حق البطاقة هذه وحق البوينج وبفوائد ليش ما تخلي حقك أنت تدخل فلذلك أنه في علماء نفس يسمونه شيء يسمونه delay gratification أي تأجيل المتعة الإنسان اللي يقدر يتمكن من خلق الثروة لا بد أن يتمتع بها الميزة هذه أو الملكة اللي هو القدرة على تأجيل المتعة أوفر ومن ثم أصرف وليس العكس طيب ما هو السؤال الأول الذي يطرحه الناس عليك عندما يعرفون أنك خبير في هذه القضايا كيف أدخر طيب وكيف أدخر طيب ما رح أقول أن كل شخص يختلف وكل وضع يختلف كذا لكن باختصار إذا تحب أنا ممكن أن أذكر لك بعض طرق الإدخار اللي أنا دائما أدوش فيها الناس سواء في محاضراتي أو في مقالاتي أو حتى في تويتر أهم هالوسائل طبعا إدخار نسبة 10% النسبة السحرية هالي كل من يسألني ما يعني 10% وأنا نفسي ما أجد إجابة صراحة عليها لكن طبعا هالنسبة هذه ممتازة على الأقل نقول كهدف 5% 7% 12% تبقى أنت في إطار السيفساد طريقة ثانية كذلك دائما أنصح فيها الناس اللي هي طريقة العشرة 20-70 والذكرها أحد الكتاب في كتاب الأشهر اللي هو أغنى رجل في بابل وذلك عن طريق أنك تتدخر 10% من راتبك وتتدخر 20% لسداد ديونك بمختلف أشكالها وتصل 70% من راتبك على حياتك اليومية أستاذ فيصل أنا عندي الكثير من الأسئلة خاصة حول هذه الوسيلة لأنه أتصور أن هناك عدد كبير من المشاركين يريدون أن يعرفوا المزيد عن هذه الأسليب هل تمانع في أن تبقى معنا في الجزء التالي من نقطة حوار بعد نشرة الأخبار لكي نستمع إلى المزيد من وسائل أفضل وسائل للدخار ممكن؟ ممتاز شكرا جزيلا لك أستاذ فيصل محمد كاركري الكاتب والمحاضر المتخصص في مجال إدارة الأموال وصاحب كتاب رياضة للدخار يعود إلينا بعد النشرة ولكن الآن العينة نفسها من الذين استطلعنا أراؤهم من المدن الثلاث المختلفة والذين استمعنا إليهم اليوم بغداد القاهرة وصنعاء وجناهم بسؤال آخر كان في حال حلت بك ضائق أمالية فإلى من تلجأ لمساعدتك؟ استمعوا إلى ما قالوه لنا لا أدر الله لا 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 ممكن ألقى لأخواتي الأهلي إنما غير كده ما ينفع شيء أعمل العمل عمل ربنا وإحنا بنقدر نعمل حاجة ولا ربنا هو اللي بيحل أوه بنسترف من ولادي الحلال تسوي أكو الله ونعم بالله بس يعني حال عملي يعني حال عملي لإقتصاد بالبيت نعم سيا أول منزلية فإن أنا لجأ إلى الأصدقاء وبعض الزملاء حتى تنقضي هذه المدة نحن أصحاب هنا باللمي من بعدينا من ساعد بعض بستلف من أي حد وبعد كده بردوا الفلوس تاني والله يا ربنا بقى بفرجها من عندها أقول إيه استلف من صاحب المحين بنت عاوزة تتجوز بجيب كارد من البنك ومن هنا وهن بس ألا ونعم بالله ما عادي غير ألا لا لو روحي مديدية الدائر ما عادي غير أنا مواطن مصري بحس أن أنا بحفر في الصخرة من أجل لقمة العيش إذن في الغالب شبكة الأصدقاء والأسر هي الشبكة الأمان نعود الآن إلى أحمد عبد الرازق لكي نعرف نتيجة التصويت حتى الآن يا أحمد سمير أذكر أولا وسريعا بسؤال سفتاني لليوم ويقول هل تدخل بأي صورة جزءا من دخلك أن يجب حتى الآن تشير إلى أن 54% قالوا نعم من ما قال 46% لا سمير شكرا لك أحمد إذن هناك نسبة ممن يتمكنون من الادخار هذا كل ما سمح لنا به الوقت فيما يتعلق بالجزء التليزيوني من البرنامج لكننا سنتابع الحوار على الراديو بعد دقائق مباشرة بعد نشرة الأخبار أشير إلى موضوع حلقة الغد من نقطة حوار عن قول وزير الخارجية الإماراتي أن فكرة الإخوان المسلمين لا يؤمن بالدولة الوطنية هذا غدا أما اليوم فأعود إليكم بعد النشرة لكم تحية من سمير فرح إلى اللقاء اشتركوا في القناة